اشتركوا في القناة ايام 12 و 13 نوين بير من هذه السنة ببوزنق كما اقترحنا في التقرير اللي تقدمت به باسم المكسب السياسي ان الشعار دير هذا المؤتمر يكون هو البديل الديمقراطي التقدمي فهذا الدورة كذلك صدقنا طبقا للجدول اللي كنا عاملين صدقنا على الوثيقة السياسية او مشروع الوثيقة السياسية دير هذا المؤتمر اللي هي وثيقة هامة واللي غنقدمها في الندوة الصحفية يوم الأربعة ببوابها الخمسة باب كيتعلق بالتشخيص للوضع الوطنية والدولية وباب كيتعلق بالبديل اللي كان اقترحوه وباب كيتعلق بالوضع الدولي عموما وباب آخر كيتعلق بالحزب هويته ومرجعيته ومشروعه السياسي تنظيمه ويلا غير ذلك ووثيقة الثانية اللي هي مشروع القانون الأساسي بالتعديلات اللي دخلنا عليه في الأفق ديال انهم هم اللي يكونوا الوثائق الأساسية دير هذا المؤتمر هاد الوثائق كلها زائد تقرير اللي تقدمت بها حول الوضعية السياسية العامة تم تصويت عليهم في اللجنة مركزية بالإجمع بما يدل على أنه حزب تقدم اشتراكية بمن هو داخل الحزب وداخل هذه اللجنة مركزية يتميز بصفوف مترصة وبوحدة فكرية وسياسية وهذا مهم جدا بالنسبة للحزب بالطبع التقرير كان مناسبا باش نشخصه شوية كذلك هذا الدخول السياسي بماذا يتميز والتقرير وقف على التطورات اللي كتعرفة القضية دي الوحدة التورابية خاصة من خلال هاد الاختوار الرعناء الآخيرة دي الرئيس التونسي ولكن من وراء الختوار الرعناء دي الرئيس التونسي أكدنا على أنه رمي رخصنا نشوفه هذه الختوار بالنظر للضغوطات دي الحكام دي الجزائر اللي عندهم ليد في ذلك لكن كذلك بالنظر للحسابات اللي موجودة اليوم في المنطقة ككل من مغرب كبير لكن الصحراء أفريقيا جنوب الصحراء علاش لأنه كان دول اللي ما عجبهاش هالتموقع الجديد دي المغرب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء سبانيا ألمانيا دول أوروبية أخرى عدد من الدول الأفريقية تتعني منها الجزائر الجزائر هذو كذكرناهم كيظر لأنه اليوم فعلاقتنا مع فرنسا مثلا هناك بعض الصعوبات ربما أنها مرتبطة به الدور المتصاعد كذلك دي المغرب وأننا نخصنا نوضعها في هذا الإطار مما يدل على أنه لما المغرب كيزيد ديمتن استقلالية قراره واستقلالية سياسته ديبلوماسيته وتموقعاته والدور لكي المتصاعد لكي لعبوه في إفريقيا مش بالضرورة الجميع يرتاحوا إلى ذلك ولذلك هذا الأمر أكدنا في التقرير أنه يدفعنا أن نمتنه الجبهة الداخلية دينا بمعنى بقدر ما نكون أقوية الداخل بمؤسسات ملتفين حول صاحب الجلالنا بحضور قوي في توجيه هذه السياسة الوطنية والقوى الفاعلة الأساسية والحكومة وسيعود للحكومة لأن مع الأسف هذه الحلقة هي حلقة مفقودة اليوم لأنها حكومة ضعيفة بقدر ما نمتنه هذه الجبهة الداخلية نقوية الديمقراطية نقوية الاقتصاد الوطني ونمتنه الجبهة الاجتماعية بقدر ما يمكننا نواجه جميع التدحية تحدية دي لجزائر أو غير الجزائر كما فعلنا منذ ما يونهيز خمسين سنة الآن ولذلك وقفنا كذلك على الأداء الحكومي بالنسبة لهذه الفترة قبل من الأداء الحكومي وش الوطنية السياسية تقترح شيء آخر بالنسبة للحكومة وش تعديل الحكومي أو انتخابته المسبقة نحن ما كنقولوش لذلك الحكومة تمشي بحالة لأنها ناجة على انتخابات ما كنعرفو كيف اجدست انتخابات قلنا ذلك قلنا كيفاش وصلوه هدو الحزب بالخصوص الحزب لكيت رأس الحكومة هذا الشي دب اللي أطلعتها هذا الحكومة موجودة وعندهم أغلبية في البرلمان أرى وكان غير يعطيونا سياسة لحقيقة وفي يلدك شي اللي قالوا في تصريح الحكومة دياله عمداز هذا العمداز احنا الشي دي اللي يبقوا يقولون التعديل الحكومة رأي قلتها في التقرير التعديل الحكومة ذر الرماد في العيون مش دب احنا كنقول لكم تغيروا أشخاص بأشخاص احنا كنقول لكم تغيروا السياسات ديالكم احنا كنقول لكم كحكومة تعطيونا حضور سياسي حقيقي كناش نمسعوا او تاني بجرارة قدام واشياتها يدارت هذه الحكومة التغطية الصحية وما غدين فيها الاجتماعية الازمة تيجيري والازمة الاقتصادية في المغرب شنو نبقلوم منها اشتدبان اخليتك تكمل ارسع لاش لان اخليتك باش تقول لي شنو دارو شو قلتي لي يا دارو التغطية الاجتماعية مو دارواش حد الان وقلت لي يا دبروه الازمة وما دبروها شنو نعطيك الدليل على ذلك اولا تغطية الاجتماعية خرجوا مرصيم لحد الان كين خطوات ادارية وتشجيل ديال الناس في الرميد اما على مستوى التغطية في حداتها وخا وما كيقولوا تال الفين وخمسة وعشرين مش غيسى لوات شي تبقى الاجل اللي اعطاهم صاحب الجلالة وخا ولكن في انتظار ذلك كين واحد الغرقو في الاجراءات الادارية وفي تشجيل ديال الناس لحد الان بقي كانت تظرو ان العرض ديال الصحة وديال الاستشفاء يكون في المستوى وهذا من المكونات الأساسية ديال التغطية الاجتماعية بقي كانت تظرو انهم يحلوا المشكلة ديال التقاعد لانهم من التغطية الصحية بقي كانت تظرو انهم يعموا تعويض على فقدان الشغل بقي كانت تظرو ذلك وباقي كان ننتظروا كل ما هو مرتبط بالدخل الأدنى اللي يعوعدوا به وهذا من مكونات شي بقي مدر كله ولكن بالنسبة للمعارضة قال كلمة معقولة في حق المعارضة زيانت أنا كنقول عليهم بأنهم يكملوا أنا ما كنقول لهم شخصوا يمشوا بحالهم ما عندهم فين يمشوا يكملوا يواصلوا عندهم الأغلبية يواصلوا احنا ما ممكن نديروا انتخابات سابقة لأوانها ولكن غير ما يجيوش يعمروا علينا ويقولوا ان احنا غنديروا التأديل باش بعد الهاجم اولا بعد الانتقادات القوية لمجهلات الحكومة يحاولوا يعاود يسكتوها باش بيدررنا الرمض على العيون يقولوا اننا غنديروا تأديل وهذه الكفاءات العالية اللي قالك غيجيبوه غيحيدوا لبعض منا ويعاود يجيبوهنا عاود تاني شي كفاءات معجزة حقيقية يجيبوهنا من قنت أخر لا مش هاد شي اللي مهم اللي مهم هو شهد الحكومة سياسيين بعدها قوية وتعرف تخدر مع المغربة وتعرف تقول لهم شنو بغين وفين غن مشيوه وشنو هي الهداف الأساسية وهال مراحيل فاش غنطبقوا هات شي هات شي غايب اعلاميين واش عندهم القدرة انهم يتكلموا بحالي كانت تكلم معاك ماشي ينظمروا لنا مهرجانات اللي فيهم الالاف ديالناس مجموعين بإمكانيات هائلة ولكن في النهاية المطاف يعني كيبقى داك شي فولكلوري ولا يفي بالغرض المطلوب واش اعلاميين ممكن لهم شو التلفزيون ممكن لهم ينظموا مهرجانات في أحياة شابية ويفسروا المواطنين اليوم كيف هذه الحكومة تحارب غلاء المحيشة كيف هذه الحكومة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين تقدمنا لهم مقترحات قلنا لهم بالنسبة للمحروقات هبطول تفيا قلك لا هبطولاتيك يعني الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا هبطول هواميش ديالربح ديالشركات النفطية لا شوفوا ش تديرهم على ساميخ لا واتش كل اللي قلت من غير لساميخ معمول بيه في سبانيا معمول بيه في فرنسا معمول بيه في ألمانيا يعني ماشي دول اللي غارقة في الاشتراكية هذه دول اللي توجهها ليبرالي وكل هدرت هذه الأمور هما لا دخلوا أزيد من عشرين مليار ديالدرهم إضافية ما بغوش يخصوا منها ولو جوجوا لتت المليار باش يدعموا مباشرة الأسرة ماش يمشيوا عند صحاب النقل ويلو حولهم شوية ديالإمكانيات ولكن عمليا الأسعار بقي ملتهبة والدخل مدرسي اليوم بالكتوب وبغير ذلك الناس يعني تعيشوا مآسي حقيقية والحكومة راضية على رأسها بقى مستمرة فلذلك نعتبر حقيقة أنها حكومة ضعيفة وما زلنا ننتظر أنا هدرت لك على التغطية الاجتماعية أما معالجة الأزمة معالجة الأزمة هي القدرة سرع عند رجال الأمل إلا لقيتهم راضين لش نكدر هذه الحكومة سرع عند المقاولة نقول لهم واش أنتم ما تعتبروا بأنما الحكومة دامتكم كمقاولة باش تحفظوا على الشغل باش تعود تنطلقوا كما فعلت دول أخرى سرع عند المواطنات والمواطنين في مختلف الفئات الشعبية منها والفقيرة والمستطعفة ولكن كذلك الفئات الوسطى وصولهم نقول لهم واش أنتم راضينا لهذه الحكومة ستجدون بأنها حقيقة ضعيفة ولذلك نقول بضرورة البديل الديمقراطي التقدمي الذي نطمح في أن نجسده نحن في حزب تقدم الاشتراكية إلى جانبي كل القوى اليسارية والتقدمية وكل من في الحركة الاجتماعية يريد حقيقة أننا نحضروا لحاجة أخرى من غير تشيلانا اليوم سألق ― شكراً إلى جانبي نعم سألق